ما هو الفوريكس؟ سوف تتعرف معنا من خلال هذا المقطع القصير على أهم وأكبر الأسواق العالمية وأكثرها حيوية وسوف نتطرق إلى شرح آلية عمل سوق الفوريكس الفوريكس ويرمز لها بالرمز FX وتعرف أيضا بأسماء أخرى مثل سوق المتاجر بالعملات أو سوق الصرف الأجنبي أو سوق تبادل العملات وهو في النهاية نشاط يهدف إلى المتاجر بالعملات بيعا وشراء وإذا كنت ممن يسافرون إلى بلدان أخرى فلا بد بأنك قد قمت بإجراء عمليات وبيع وشراء لعملات أجنبية تخص البلدان التي أنت بهدف زيارتها على سبيل المثال لو افترضنا أنك تعيش في بلد أوروبي وترغب في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية فإنك مضطر لبيع بعض ما تمتلكه من اليوروب لشراء دولار أمريكي بالمقابل الفرق هنا في المتاجرة في الفوريكس من خلال الإنترنت هو أنك لا تبيع أو تشتري العملة بشكل يدوي وإنما تسجل المعاملات والقيم إلكترونيا وفقا لآلية عمل الأسواق البائع والمشتري في سوق الفوريكس من الممكن أن يكون البنك أو شركات الأعمال أو المستثمرين الأفراد مثلك أنت أنت تقوم بشراء أو بيع العملات والتي يتم تداولها بشكل زوجي وذلك بهدف الاستفادة من حركة تذبذ بالأسعار صعودا أو نزولا عندما تقرر البيع أو الشراء فأنت تقرر المضاربة بالقيمة المستقبلية المتوقعة للعملات لنأخذ على سبيل المثال زوج آل يورو دولار أمريكي لنفترض أنك اخترت شراء اليورو وبيع الدولار ولنفترض أيضا بأن تقلبات السوق دفعت قيمة اليورو إلى الارتفاع أمام الدولار فإذا قمت بإغلاق صفقتك المفتوحة وقمت ببيع اليورو فإن الفرق ما بين سعر البيع والشراء يمثل الربح الحقيقي للصفقة التي قمت بإجرائها إن ما يميز العمل في سوق الفوريكس هو إمكانية المتاجرة في أي وقت ومن أي مكان وذلك من خلال الدخول إلى حساب التداول الخاص بك عبر الإنترنت وهذا يعني إمكانية المتاجرة من منزلك، مكتبك أو حتى من خلال جهاز الهاتف الخاص بك ونظرا لطبيعة هذا السوق بإمكانك الدخول والخروج في أي وقت على مدار 24 ساعة يومياً، 5 أيام في الأسبوع تبدأ من الساعة السادسة صباحاً يوم الاثنين مع افتتاع السوق سيدني ثم الأسواق المالية الكبرى التي تليها وتنتهي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة عند إغلاق سوق نيويورك إن السهولة والمرونة العالية التي تتمتع بها تلك السوق في الدخول والخروج تجعلها أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية بمعدل تداول وسطي يصل إلى 4 تريليون دولار أمريكي يومياً وهذا ما يجعل سوق الفوريكس سوق مليئاً بالمتعة والإثارة والتشويق علماً بأن معادلات التداول العالية تعكس ارتفاع السيولة وتعزز قوة السوق وتعمل على ثباته واستقراره ترجمة نانسي قنقر